ماذا عن تصريحات مدرب ولعبي الاتحاد كان فيه احترام كبير جدا للنادي الاهلي بصراحة جايريده مدرب الاتحاد قال هزيمة مؤلمة جدا لكن احنا متأهبون للتعايش مع الحالتين الفوز والخسارة ودي كرة القدم وتفهم احباط الجميع انا كمان محبط جدا وعلينا ان ننظر الى الامام قال لعبنا قدام فريق سريع جدا وضعنا امام الكثير من التحديات على سبيل الاداء البدني والهدف التاني للاهلي كان محبط جدا وكان علينا تسجيل هدفين وما كناش في وضعية تخلينا ناخد قرارات سريعة وقال تمكننا من صنع الفرص وتسجيل الوضع ما خلوش يتمكن من تسجيل وصناعة الفرص وقال كان عندنا ضربة جزاء ما سجلهاش كريم بن زيمة وده اللي صعب علينا الامور من الناحية البدنية طيب